والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم من هم الصوفيون وما موقف الإسلام منهم جزاكم الله خيرا الصوفيون جماعات اشتهروا بإحداث طرق في العبادة والتنسك ما شرعها الله في صلواتهم وفي الكارهم وفي خلواتهم يقال لهم الصوفية قال بعضهم معناه من التصوف لأنهم يلبسون الصوف وقال بعضهم أنها من الصفة وأن النسبة غير نغوية يعني غير مستقيم على الطريق السوي في النسبة وأنهم يتصفاء وأنهم يعتنون بصفاء القلوب من الكدر من كدر الذنوب وكدر كسب الحرام ونحو ذلك فالتصوف هو تعبد على طريقة خاصة لم تأتي بها الشريعة ولهذا قال بعض المتصوف البدع ويسمى الزاهد الذي يحدث على التهر والعبادة والزهد في الدنيا وطلبها يسمى أيضا صوفي لكن ذاك ما أحدث بدعة وإنما صفة الزهد والرضى في الآخرة والتقلم من الدنيا والحرص على أعمال الآخرة هذا ما يسمى صوفي في الحقيقة يسمى زاهد فإذا كان زهده لا يقعه فيما حرم الله ولا يزيد في أعمالها لما أجب الله ولا يبتدع بل يتحرى الشريعة في أعماله وأخواله فهذا مشكور ومثن عليه كالجنيد ابو محمد وابي سلمان الداراني ومشل الحافي وجمعه شادوا في العبادة والزهد في الدنيا فهؤلاء يثلع عليهم كثير من أجل زهدهم ورعبتهم في الآخرة وعدم انفداعه نعم شكرا